يقول احشاء الله إليكم لماذا اختلف عدد أسماء الله بين العلماء اختلف عدد أسماء الله بين العلماء الحمد لله رب العالمين وبعد هذا السؤال مبني على أن السائل قد خفي عليه وفقه الله أن أسماء الله عز وجل لا تحصر في عدد معين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب أو استأثرت به في علم غيبي عندك فهناك أسماء لله عز وجل قد استأثر بها في علم الغيب المطلق عنده لا يعلمها أحد لا من الملائكة ولا من المرسلين والأنبياء فضلا عن الأولياء والصالحين فهناك أسماء قد استأثر الله بها في علم الغيب عنده فبناء على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده قرر العلماء من أهل السنة والجماعة قاعدةً في باب أسماء الله بأن أسماء الله لا تحصر في عددٍ معين أسماء الله لا تحصر في عددٍ معين فإن قلت وكيف تقول بأنها لا تحصر في عددٍ معينٍ وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعةً وتسعين اسم مئةً إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة فأقول الجواب هذا من باب حصر الثواب في العدد وليس من باب حصر العدد وفقك الله لا تخلط بين الأمرين فلو قلت لك مثلاً عندي إن عندي مئة بيتٍ شعريٍ إن عندي تسعةً وتسعين بيتاً شعرياً مئةً إلا واحداً من حفظها اشتريت له سيارة فهل يفهم من هذا التركيب لغةً أنني لم أقل من الشعري إلا تسعةً وتسعين بيتاً شعرياً فقط الجواب لا وإنما هذا من باب أنني أخرجت ثواباً وهو سيارة وحصرت هذا الثواب في عددٍ من أبيات شعري فهذا حصر الثواب في العدد وليس حصراً للعدد فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة يعني أن الله عز وجل لما خلق الجنة جعل لها طرقاً ومن جملة طرقها أن تحصي إحصاء شفظ وإحصاء إيمان وإحصاء عمل بمقتض من أسماء الله عز وجل تسعةً وتسعين فأظن السائل يقول لما اختلف العلماء في عدد أسماء الله مع أن البخاري ومسلم رويا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا يصرح بأن لله تسعةً وتسعين اسماً فمع هذا التصريح التعيني الدقيق لهذا العدد فلما يختلف العلماء فمنهم من يعدها كذا ومنهم من يعدها كذا فهذا بناءً على أنه حصر أسماء الله عز وجل في هذا العدد ولعلي بيّنت له أن هذا من باب حصر الثواب في العدد وليس من باب حصر العدد هذا أولاً وأما ثانياً فإذا كان يقصد لماذا اختلف العلماء في أسماء الله يعني أن هذا يثبت أن هذا اسم بينما ينفيه الآخر كاسم الله المحسن فمنهم من يثبته اسماً ومنهم من لا يثبته واسم الله الهادي فمنهم من يثبته اسماً ومنهم من لا يثبته وكاسمه الحنان فمنهم من يثبته اسماً ومنهم من لا يثبته فإذا كان السؤال عن هذه النقطة وليس عن العدد وإنما عما يدخل في دائرة الإسم مما لا يدخل فسبب اختلاف العلماء في ذلك هو اختلافهم في الضوابط التي تطبق على أسماء الله فهناك من يزيد في هذه الشروط أي في شروط دخول الشيء في باب التسمية ومنهم من ينقص من هذه الشروط فمنهم مثلا من يشترط أن يكون الاسم معرفا بالألف واللام في الأدلة الشرعية ومنهم من لا يشترط ذلك ومنهم من يجعل من شروط الاسم أن يكون مستقلا بالمعنى الكمالي غير مقرون بغيره ومنهم من لا يشترط ذلك فالذي يشترط ذلك يقول بأن النافع ليس من أسماء الله إذ لا يكمل معناه الكمالي إلا باقتران اسم الضار وكذلك المحي ليس من أسماء الله إذ لا يكمل ذلك إلا إذا اخترن بمعنى المميت فكل اسم لا يستقل بمعناه الكمالي فلا يعتبر من جملة الأسماء بينما الفريق الآخر لا يشترطون ذلك ويقولون بل هو من جملة أسماء الله حتى وإن كان كماله متعلقا باسم آخر فالنافع والضار من أسماء الله عند هؤلاء والمحي والمميت من أسماء الله عند هؤلاء أفهمت هذا؟ فلخلاف العلماء في قضية الاشتراط فيما يدخل في الإسمية مما لا يدخل يختلفون في هذه الأعداد فبينت لك سؤالك على الجهتين فإن كنت تقصد الأولى فقد تقدم جوابها وإن كنت تقصد الثانية فقد بينت سببها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر